ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هذا وقد صبت سياسة مملكة البحرين الاقتصادية جهدها على تطوير قطاع الخدمات اللوجستية حيث تم إنجاز مشروع توسعة مطار البحرين الدولي وميناء خليفة بن سلمان ومرفأ البحرين للغاز المسال في حين تم في قطاع السياحة إنشاء حلبة البحرين الدولية ومركز البحرين العالمي للمعارض وافتتاح عدد من المنشآت السياحية لتكون بذلك قاعدة قوية من الزوار القادمين إلى مملكة البحرين إضافة إلى إنعاش السياحة الداخلية وتطوير قطاع الضيافة وإيمانا من حكومة مملكة البحرين بأن العالم اليوم يندفع وبقوة إلى قطاع الصناعة والتعدين والطاقة فقد واصلت وضع الخطة والاستراتيجيات المستمرة وتطويرها لتواكب هذا التوجه حيث تم في قطاع الطاقة تتشين محطة الدور 2 ومشروع خط الأنابيب النفطي الجديد في حين تم على صعيد قطاع الصناعة تتشين مشروع خط الصهر السادس للتوسعة بشركة ألمنيوم البحرين والعمل على تتشين منطقة الصناعات التحولية للألمنيوم إضافة إلى العمل على تطوير الخدمات المالية والمصرفية من خلال قيادة الأنظمة والقوانين ووضع إطار تنظيمي لقطاع الخدمات المالية في البحرين إن الجهود مستمرة لتحقيق المزيد نحو تعزيز تنافسية مملكة البحرين لتواصل تبوء المراكز المتقدمة وهذا ما جعلها اليوم تكون في صدارة الاقتصادات الأكثر تنوعا في المنطقة وهذا ما يؤكد أيضا على قدرتها في مواصلة التقدم نحو البناء على ما تحقق من مجازات مالية واقتصادية